مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله المصار المتوقع للإعصار بيبر جوي خلال أيام القادمة بعد الفاصل نتابع التفاصيل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى باللاحظ على صور الأقمار الصناعية وجود الإعصار بيبر جوي متواجد الآن في المحيط الهندي وهو رصد اليوم ظهر السبت وبالتالي كان إعصار من الدرجة الأولى يعني تراوحت سرعة الغياح كانت أكثر من 115 كيلو متر في الساعة وصلت ما بين 72 إلى حوالي 80-82 عقدي وبالتالي يصنف حسب سفير سيمسون إعصار من الدرجة الأولى إذن هذا الإعصار اليوم السبت ظهرا يصنف من الدرجة الأولى وحسب سفير سيمسون الذي يصنف الأعصير من واحد إلى خمسة أقلها شدة هو واحد وخمسة هو أكثرها شدة وأكثرها تدمير وأكثر سرعة رياح التصنيف يعتمد على قيم الضغط الجوي في مركز هذا الإعصار وأيضا على سرعة الرياح المحيطة به اليوم نحتمل أنه سرعة الرياح ستكون بحدود 75 إلى 82 عقدي يعني إعصار من الدرجة الأولى خط العرض المتواجد عليه الإعصار بحدود 16-17 درجة شمال خط الاستواء أيضا خط الطول حوالي 67-14 درجة إلى الشرق والاتجاه اتجاه أو مصار هذا الإعصار هو باتجاه طبعا الشمال والشمال الشرقي نتوقع أنه يكون تأثيره المباشر بعيد جدا عن سواحل عمان لكن هو يتجه باتجاه السواحل الباكستانية متوقع يوم غد الأحد يكون أيضا إعصار من الدرجة الثانية الأحد ظهرا وإعصار من الدرجة الثانية يعني يزيد سرعة الرياح عن 177 كيلو متر بين 155 إلى حوالي 177 كيلو متر في الساعة ثم يوم الاثنين يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى تقل سرعة الرياح يزداد مركزه في الضغط الجوي في مركزه وأيضا يوم الثلاثاء 13-60 إعصار من الدرجة الأولى يتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي كذلك في يوم الأربعة 14-60 يتابع مسيرته أو مصاره إلى الشمال باتجاه السواحل الباكستانية لكن لا يزال إعصار من الدرجة الأولى لكن عندما يقترب تقريبا يوم الخميس 15-60 من السواحل الباكستانية يصبح عاصفة استوائية ويقترب من السواحل الباكستانية طبعا هذا مصحوب برياح شديدة زي ما حكيت بتكون ما بين 115 إلى 155 كيلو متر في الساعة من الدرجة الأولى لكن من الدرجة الثانية ما بين 155 إلى 177 كيلو متر في الساعة أيضا مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة وارتفاع الأمواج لكن تأثير غير المباشر على سلطنة عمان راح يكون هو بالشكل التالي ازدياد سرعة الرياح بالقرب من السواحل أيضا ارتفاع الأمواج ارتفاع الأمواج على السواحل العمانية ما بين 4 إلى 6 متر وأيضا ظهور السحب المرتفعة هذا إذن لا غير متوقع أنه يؤثر تأثير مباشر على السواحل العمانية خلال خمسة أيام القادمة لكن تأثيره ومصاره هو باتجاه الشمال والشمال الشرقي باتجاه السواحل الباكستانية مشاهدينا شكرا للمتابعة إلى اللقاء